السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء وطلاب منتوسط الإكنان الإهلية البنية للصف الثاني متوسط مادة العلوم الموضوع الشغل الشغل والقدرة رح ناخذ ندرس الدرس الأول هو الشغل ومن بعدها نطرق ونكمل القدرة نجي هسا الشغل نستعمل كلمة الشغل في حياتنا اليومية لوصف أي نشاط نقوم به ويحتاج إلى مجهود عقلي أو عضلي لو طلب منك رح ناخذ مثال على الشغل إنه شون رح نعرف الشغل إذا كان فيزيائي أو غير فيزيائي انتبه علي لو طلب منك مدرسك أن تقرأ فسطا كاملا من كتاب وأنضيت الليل وإنت تقرأ ربما تعتقد إنك انجزت الشغلا كبيرا لكنك في الحقيقة لم تنجز شغلا بالمعنى الفيزيائي بالمعنى الفيزيائي إذن شلون رح أعرف أني انجزت شغلا بالمعنى الفيزيائي إذا أثرت قوة ثابتة للمقدار والاتجاه مقدارها F في جسم وتحرك هذا الجسم في أثناء ذلك إزاحة مقدارها X إذن أنا عندي قوة وعندي إزاحة يتأثر بتأثير هذه القوة وباتجاهها فإن هذه القوة قد أنجزت شغلا على الجسم نقدر نحسب العلاقة الشغل نجي نقول على ماذا يعتمد الشغل الشغل يعتمد على مقدار القوة المؤثرة وعلى الإزاحة التي تسببها تلك القوة وحدة الشغل هي نيوتر في متر وتسمى الجول الجول بأنه الشغل الذي تنجزه قوة مقدارها نيوتر واحد عندما تؤثر في جسمه وتسبب إزاحته باتجاهها بمقدار متر واحد ملاحظة يعد الشغل من الكميات القياسية المقدارية الشغل اللي هو رمزة W يساوي القوة في الإزاحة التي تتحركها الجسم باتجاهها القوة إذن W تساوي القوة في الإزاحة نأخذ مثال انتبهوا على الرسم هناك عندي الشخص لما يرفع الصندوق من الأسفل للأعلى رح ينجز شغل لكن لما يسير وهو حامل الصندوق بس واقف وحامل الصندوق رح نشوف يسير باتجاه إزاحة رح نشوف رح ينجز لو ما ينجز شغل انتبهوا على السؤال مثال يرفع طالب صندوقا وزنه 20 نيوتن انطاني الوزن لارتفاع 0.5 متر انطاني الإزاحة ثم يمشي بمسافة انطاني عندنا الارتفاع يمشي بمسافة 3 متر ماء الشغل الكل المبذول على الصندوق كي يرفع الطالب الصندوق فإنه يؤثر فيه بقوة نحو الأعلى من يريدي رفعه رح تتأثر بقوة نحو الأعلى إذن هنا رح ينجز شغل عندي القوة وعندي الارتفاع معناها الإزاحة إذا كان دا يمشي بمسافة رح نشوفها ينجز لو ما ينجز نجي هسا نحسب W تساوي F في X W اللي هي الشغل 20 نيوتن هي القوة و.5 متر هي الإزاحة أضرب 20 في بوينت 5 ال W تساوي 10 جول مقتار شغل المبذول رح نجي عن النقطة الثانية في أثناء المشي إذا مشها ب3 متر المسافة تكون القوة المؤثرة في الصندوق عمودية على اتجاه الحركة أي أنه ليس هناك إزاحة باتجاه القوة المؤثرة لذلك فإن الشغل المبذول يساوي صفرا عدنا سؤال متى تنجز القوة شغلا فيزيائيا تنجز القوة شغلا فيزيائيا إذا أثرت قوة ثابتة المقدار والاتجاه مقدارها F في جسم وتحرك هذا الجسم في أثناء ذلك بإزاحة مقدارها X بتأثير هذه القوة وباتجاهها فإن هذه القوة قد أنجزت شغلا ما المقصود بالقدرة القدرة هي معدل الشغل المنجز خلال وحدة الزمن القدرة تساوي الشغل المنجز على الزمن المستغرق القدرة تساوي الشغل المنجز على الزمن المستغرق انتبهوا على القانون قانون القدرة P تساوي W على T قلنا P تساوي W على T إذا W بالسؤال المنطينية أقدر حسبه الW مين جاي؟ الW يساوي F في X الاف من مين جاي؟ الاف جاي من كتلة الام في التعجيل الأرضي القوة القوانين اللي احنا ما اخذيها نجي هسه القدرة تزداد بزيادة الشغل المنجز خلال زمن معين ملاحظة تقاص القدرة بوحدة الجول على ثانية الجول على ثانية تساوي الواط انتبهوا على الوحدات اذا وحدات الشغل هي الجول وحدات القدرة هي الواط ومن وحدات القدرة هي القدرة الحصانية القدرة الحصانية شقيس بيها هاي ملاحظة مهمة ونقطة ايضا تستعمل لقياس قدرة الالات مثل قدرة المضخة ومحرك السيارة ايش قد تساوي هذي حفظ القدرة الحصانية تساوي 746 واط نجي نفهم هذا السؤال شوف شنطانة بالسؤال السؤال يرفع رجل جسم كتلته 30 كيلوغرام انتبه انطيتك الكتلة الى ارتفاع مترين انطين الارتفاع يعني الازاحة ما قدرته اذا رفع الجسم خلال دقيقة واحدة وانطاني الزمن خلال دقيقة واحدة الدقيقة شا ساوي 60 ثانية اذا نقطة نقطة اني قانون القدرة القدرة تساوي دبل يعلتي انتبه انطيناك الكتلة وانطيناك الارتفاع الدبل يو شي ساوي لي الدبل يو تساوي احنا هسا اخذناها بالدرس الاول اللي هو ف القوة في اكس القوة مين اطلعها الكتلة الكتلة ام في التعجيل جي اجي اضرب الكتلة في التعجيل في اضربها بمن في الازاحة الازاحة مترين اعوضها على تقسيم دقيقة واحدة يعني شقيت 60 ثانية واضح ماما اذا نضرب ونقسم ونطلع الناتج اللي هو الشغل اللي هو يستغرقه بعدين نطلع للقدرة اذا اول خطوة اطلع الشغل وقسمه على الزمان على مودة اطلع قدرة الرجل